اشتركوا في القناة 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 وان هذا من انفع الكتب نصيحة العلماء كتلة الشوحات عناية العلماء به وغير هذا وسبب التأليف صح وسبب التسمية والمؤلف رحمه الله تعالى الله يفتح عليك وهو يعني ثالث الكتب في الدراسة اربعين والعمدة ثم البلوه نعم الله يفتح عليك نعم الشيخ ماذا أخذنا؟ اي شيء النجاسات قلنا عندنا اشياء نجسة واخرجوا الاشياء النجسة لانها هي القليل دائما يخرج القليل حتى يبقى الكثير علشان نجسة الأول باول الآدم وعذرته باول وروث ما لا يؤكى اللحم الميتات كلها نجسة إلا الآدم وما لا نفسه له سائلة والحوت والجراد وما أبين من الحيفة هو كميتة إلا الطريدة والمسك وفأرة والدم الدم المسفوح ما هو المسفوح؟ عندما تذبح الشعاد دم ليخرج خلاص أنهر الدم والدم الحيض والنفاس الخارج من السبيلين يعفى عن يسير الدم ويعفى عن يسير النجاسات يعفى عن يسير الدم ويعفى عن يسير النجاسات والدم المتبقي في العروق يعفى عن يسير النجاسات ما معنى هذا؟ لأن بعض الناس يعني أنت تعرف أحيانا يعني ما تستطيع الطهارة مئة بالمئة قد يعني يصيب الثوب شيء يسير من النجاسة وبعض الناس لديه وسواس قلنا خاصة في الطهارة فيقول عندما أكرمكم الله أقول أشعر أني خرج مني نقطة بول نقول يعفى عن يسير النجاسات وانتهى الأمر مفهوم؟ هذا اختير شيخ الإسلام إذن يعفى عن يسير النجاسات ويعفى عن يسير الدم دم الجروح وكذا هذا الأشكال القيح الصديد هذا لا أشكال فيه مفهوم؟ اشبقي؟ وما لا نفسه له سائلة ما هو ما هي النفس؟ الدم يعني لا تأسيل مثل ما تذبح الشاء لا البعوض جراد صح والنامل والبق مثلا نعم الشيخ تعال هنا قريب مننا أخي قرب يا أخي علينا نعم الشيخ تفضل الماء الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام قلنا هذا مغجوح الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس ولو تغيرت أحد أوصاف الماء بنجاسة تؤثر فيه انتقى وإلا لا نعم البرد تعال هنا عندي أجل استشعر نعم ماذا أخذنا؟ ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أخذنا ما تسميكم؟ نجسات نجسات قلنا أن الأدبي بولو وعزرطو نجسة نجسة والثاني وبول مالا طب البغل تعرف البغل؟ نجسة لا يوكل لحم أنا أسألك نجس أم لا؟ يؤكل لأ أدري نجس أو لا؟ لا نجسة 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 والحمار الأهلي نجسة والحمار الوحشي ليش أمي نجسة طاهل نجسة والخيل ليش أمي نجسة تمام خطأ أخطأت في الحمار وفي البغل بكرمك الله الله أعلم ليش؟ إحنا ذكرنا قاعدة في الهرة والبغل والحمار والفأر نعم ما هي القاعدة؟ أجلس نعم شخ تعرف؟ مشقة مشقة ماذا؟ أوقف مشقة التحرز فإذا كان هذا لديه مشقة من التحرز لأنه يستعمل الحمير والبغال صح؟ وعنده فئران دائما تدخل بالبيت وتخرج مفهوم؟ وهرة عندهم في البيت قطة فهذا هذا غير نجس هذه ليست بنجسة لهذا الشخص لما شقت التحرز لكن بالنسبة لك نجس الله يفتح عليك يعني أنت الآن خرجت إلى نزهة خرجت إلى نزهة وجدت تكرمك الله حمار وركبت عليه للنزهة وعندما ركبت صابك شيء من عرق الحمار نجس أم لا؟ نجس آنية أهل الكتاب قلنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول نعلم طهارتها فيها طاهرة الثاني نعلم نجساتها لابد أن تخسل قبل الاستعمال والثالث نشك فالأصر الطهارة الله يفتح عليك نعم نعم الشخ الميتة نعم ميتة الآدمي ميتة الآدمي لأن الميت لا أنجس حيا ولا ميتة وميتة الحوت يعني كل ميتة من حيوان بحري خرج به الحيوان البري وميتة ما لا نفسه سائلة وما لا نفسه سائلة والجرات والدم الخارج من السبيلين دم الحيض والنفاس والدم المسفوح وقلنا يعفى عن يسير الدم والدم المتبقي في العروق ويعفى كذلك عن يسير النجاسات غيره غيره أخوانا مما أخذنا ها الشيخ فهد نعم عندنا الآن شاه ميتة يعني ماتت سقطت مثلا مفهوم طيب نطيحة متردية ما أكل السبع إيش نصنع فيها ننتفع منها بشيء لا إلا نعم إذا دبغ الإهاف قد طهر لكن إذا كانت هذه مما تحلها الذكاء إحنا ليس لنا علاقة هي ميتة الآن لكن إذا كانت حية تحلها الذكاء نعم تمسح ما تحل الذكاء لا البغل الحمار ما تحل ذكاء الله يفتح عليك طيب طيب لكن يقول يصح استعمال هذه الأشياء التي لا تحلها الذكاء في اليابسات يعني مثال الآن عندك أنت زنبيل تضع فيه تراب مفهوم من ماذا من جلد تمساح يصح يقول يصح ولا إشكال في اليابسات مفهوم لأنه ما تنتقل النجاسة فيه لكن تضع فيه طعام شراب لا نعم ايه ماذا خذنا الأواني الأصل في الآنية الطهارة والحل يقول الأصل في الآنية الطهارة والحل اختلفنا فينا هذا يقول نجس هذا يقول طاهر مع من طهارة وهذا يقول يباع وهذا يقول لا يباع يباع حل بيع وشراء تمام واقتناءه ما عندنا إشكال وعندنا آنية ذهب وفضة آنية الذهب وفضة عندنا أو الذهب وفضة قلنا يحرم على الجميع الأكل والشر يجوز من حيث التحلي بالذهب وفضة هذا للنساء لا إشكال فيه والرجال فقط استعمال الفضة خاتم فضة صح؟ تمام وعندنا استعمال للضرورة أنف من ذهب مثلا خلاص أي نعم أو سن الذهب عندنا عند بعض الناس مفهوم؟ الله يفتح عليكم غيره نعم الشيخ طبعا سؤال مما خبنا أن الماء ينقص إلى قليل وكثير ماء عندنا ماء قليل وماء كثير ما الفائدة نتحرق قلنا في الماء القليل ما لا نتحر في الماء الكثير لأن الماء القليل مضنة لحمل الخبث والماء الكثير هو ما بلغ القلتين فماء فوق أقل من القلتين ماء قليل والعبرة التغير تغير تحد الأوصاف انتقل وإلا لا وقلنا طالما لم يخرج عن كونه ماء فالأصل أنه ماء ماء بحر ماء ورد ماء كادي عصير انتقل شاهي قهوة جبنة لا مفهوم؟ نعم اجلس نعم الشيخ بعد الدرس تجيب له ماء كادي نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصل الله وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الحابد بن الحجر محمد الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب إزالة النداسة وبيانها أخذنا فيما تقدم الأشياء النجسة الآن نريد نبينك كيفية إزالة النجسة إزالة النجسة على ثلاثة أضرب إزالة النجسة على ثلاثة أضرب على ثلاثة أقصى مغلضة مخففة متوسطة نجاسة مغلضة ومخففة متوسطة اسمع للترتيب مغلضة ثم مخففة ثم متوسطة لماذا يرتب هكذا قال مغلظة المفروض يقول متوسطة ثم خطأ هكذا ترتب مغلظة مخففة لأن إذا ذكرت المغلظة المخففة ما عدا المغلظة مخففة متوسطة المتوسطة كثير وأخرج القليل حتى يبقى تمام المغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء يقسل سبع مرات أولاهن بالتراب انتهينا تقدم هذا معنى يبقى معنى النجاسة المخففة المخففة يزع فيها النضح النضح هو رش الماء فقط هذه النجاسة مخففة ترش الماء فقط وتحصل الطهارة النجاسة المتوسطة لابد فيها من الغسل ما معنى الغسل يرش الماء ويعسر مفهوم؟ طيب إذن المغلظة سبع مرات أولاهن بالتراب نجاسة الكلب انتهينا الثاني نجاسة مخففة المذي المذي سائل ليس له لون كالماء لزج يخرج عند التفكير عند التقبيل عند كذا نجس إذا وقع على الثوب لابد فيه من النضح رش بلا عصر هذا الأول المذي الثاني بول الغلام الزكر الذي لم يأكل الطعام يعني يشرب حليب الأم يعني دون الفطان فهذا الأخ لديه ولد صغير ذكر يشرب حليب الأم ووضع على ثوبه ثم بال على ثوبه إيش يصنع يرش الماء فقط دون عصر ويخرج وصلي في الثوب لا إشكال إذن الأول المذي والثاني بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والثالث المني المني طاهر فلو صلوا على ثوبه مني فالصلاة صحيحة لكن السنة إذا كان المني رطب ينضح ويرش بالماء وإذا كان جاف يحط مفهوم ولو صل فيه فالصلاة صحيحة لأن أصل خلقت آل إنسان تناظى الرجلان الأول يرى نجاسة المني والثاني يرى طهارة المني فقال الأول تعبت أقنع هذا في أن أصل أصله طاهر وقال وهو تعب إلا أن يجعل أصله نجس مفهوم نعم ما عدا المغلظة والمخففة نجاسة توسطة وعد ما شئت من يعخذ السؤال نعم بسم الله بولا الأدمي مغلظة مخففة متوسطة ما أحد يتكلم أخوان آخر كلام مخففة فقلنا ثلاثة أشياء الماذي وبولا الغلام الذي لمعكل الطعام والمني مع أنه طاهر مغلظة مخففة متوسطة مخفف يا رجل مخفف قلنا ثلاثة أشياء متوسطة متوسطة تمام بولا الجارية لا ما حتكلم تمام بولا الغلام الذي لمعكل الطعام يا رجل ركز معي أجلس بسم الله ألا انتقع إن شاء الله مخففة لن يأكل الطعام نعم ننظر إذا كان يأكل الطعام نجاسة مخفف إذا كان يأكل الطعام متوسطة لا يأكل الطعام دون الفطام مخففة بولا الهرة يا أخوان نقول لنا المغلظة الكلب والمخففة الغلام الذي لمعكل الطعام والمذي والمني مع أنه طاهر بول الهرة إنها لله وإنها الله شكرا لا ما حدا تكل من اللي يريد يجال بسم الله ألا انتقع إن شاء الله أجلس نعم بولا الهرة تمام عرق الهرة لا نستطيع التحرص نعم على مشقة التحرص طيب بول البقرة طاهر تمام بول البغل نجس خطأ نجس خطأ إن إن استطاعنا فهو أي نعم لا بول البغل وبول الهرة هذا دائما نجس العرق هو اللي فيه تفصيل أما البول الغائد فيما لا يوك اللحم صح؟ تمام بول الشاه طاهر هكذا صحيح نعم نعم الشيخ بسم الله نعم الآن عندنا إشكال وخلاف كبير في الخمر وإحنا نسير على الآن هنا في الشرح على قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الخمر ليست بنجس طاهر الفوم نعم طيب لكن هل يصح يعني هذا الشيخ لديه خمر نسى الله عافية والسلام مئة برميل خمر وتاب إش أصنع في الخمر قال استطيع أن نحول الخمر إلى خل مسلم أو كافر أنت مسلم أو كافر مسلم قال لا اش تصنع فيها هذه المئة برميل طريقها تمام مفهوم طيب الآن يأتينا خل من هذا يقول جاءنا خل من أوروبا ميدن يوروب تمام تمام لديه خمر لديه خمر لا يحولها إلى خل تمام هذا الشيخ قلنا عنده مئة برميل خمر وتاب ثم جاء إلى البراميل وفتح البراميل وإذا هي خل تخللت وحدها الحمد لله قال الحمد لله يبيعها لا يحرم البيع لماذا لأن أصلها محرة لكن هي الآن حلال يأكل منها ويهدي منها لا إشكال مفهوم أيضا الخمر يذكر الشيخ بن عزيمين رحمة الله تعالى يرجح طهارة الخمر وكان الشيخ فهد ولديه هذه العطور المهم عطور أوروبية وتعطر قبل الصلاة لو قلنا بالنجاسة أصبح الآن صلوا عليه نجاسة وقلنا بالطهارة الحمد لله أنت تحتاط لنفسك هذا أمر راجع إليك الشيخ فهد قال أنا أثق في دين وعلم الشيخ بن عزيمين رحمة الله تعالى وأخذ بقولي وأتطيب بهذا الطيب ولا أشكال عندي مفهوم أما أنت تلزمني بهذه الأشياء لا تتحرز أنت أنت بالخيار مفهوم إذن أخذنا الآن المسلم ما يحول الخمر إلى خل وإن تحول الدون أن يصنع لها شيء يحرم البيع ولكن يصح الاستعمال تمام وجاءتنا من الكفار ماذا خمور حرام خل فهو خل يأتينا الآن جبن صح أجبان أوروبية وهذا يقول لا لأن فيها أنفحة حيوانية وميتات هذه ميتة وما يذبح يا أخي أنت اش تأكل الآن جبن ولا لحم إذن الجبن الجبن الأصل فيه حل عند الفقهاء قاعدة يذكرها الشخ بن عثيم الرحم الله تعالى أن الأشياء إذا تحولت طهرت مثاله كرمكم الله كلب سقط في ملح سقط في ملح إيش يحصل يصبح بعد فترة الكلب ملح الآن ماذا لديك ملح أو كلب ملح كل حلال الجبن تأتيك الآن أجبان كثيرة تأتي إيش تصنع فيها ومكتوب في المكونات أنفح حيوانية هذا ليس بكلامي هذا كلام الشيخ بن عثيم الرحم الله أنت إيش تأكل الآن لحم جبن فالأصل في الجبن حتى لو كان أصل هذا من محرم تحولت كما الخل الخمر تتحول إلى خل قلنا أتينا الخل الآن من بلاد الكفر فالأصل أنه جائز وحلل مفهوم هذا فاتوى الشيخ بن عثيم رحمة الله نعم نحن نريد نضرب بعض الأمثلة بالواقع حتى يعني ندرك المشائل التي تقع الآن عندنا نعم قالوا عنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس متفق عليه الحمار ينقسم إلى قسمين أكرمكم الله حمار أهلي هذا محرم محرم الأكل صح وعندنا حمار الوحش وهذا حلل الأكل وسيأتي معنا في الأطعمة أن كل ذيناب من كل ذيناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير هذا حرام الأكل ثم نضيف لهذا الحمار الحمار لا ليس بذيناب ولا مخلب صح لكنه حرام مفهوم ولهذا ذكر الحمار هنا نعم حرام الأكل إذن بول وراث ما لا يؤكل لحمه نعم وعند بخارجة تأضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بميناء وهو على وحلته ولعابها يسيل على كتفي خرجه أحمد والترمذي وصح مش علاقة الحديث هذا ليس له علاقة هذا المفروض هذا في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وهو على لاحلته صحيح بميناء هذا في الحج ولعله بعض النساخ أخطأ في كتابة هذا الحديث هنا في كتاب الطهارة ليس له علاقة يا رجل انتبه اللعاب أراد يبين أن بول وروث ولعاب وعرق ومني ما يؤكى اللحمه طاهر مفهوم الدليل أدلة كثيرة حديث العرانين هذا الحديث مفهوم إذن قد يورد المؤلف أحاديث وأنت تظن أنه ليس لها علاقة بالباب لا تستعجل في الرد انتظر وتأمل ثم بعد هذا تجد إن شاء الله الجمع نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه هذا إذا كان قد جف ماذا كان رطب لا ينضح يرش ولو صلى فيه بدون فرق ولا نضح الصلاة صحيحة نعم وفي لفظ له لقد كنت أحك يابسا بظفري من ثوبه نعم وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام خرجه بدود والنسائي وصحح من عاكم نعم وهذا فيه تيسير الآن يخرج الشيخ إلى الصلاة وماشي في الطريق مثلا يعني يفكر أو كذا وينزل عليه مذي ايش يصنع يأخذ طرف الثوب هكذا المكان الذي جات عليه أثر المذي يأخذه يرش الماء ويمشي وصلي ولا ايش كال دخل إلى دورة المياه الشيخ فهد وجات على غطرته بول نقطة بول ايش يصنع يأخذ طرف الغطرة هكذا مكان البول يرش الماء ويعسر هكذا يخرج يصلي والحمد لله رب العالمين مفهوم يسر نعم قال وعلى اسماء بنت ربك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصير الثوم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه نجاسة مغلظة مخففة متوسطة من يقول نهل الله وإنه يا أخوان قلنا المغلظة شيء واحد نجاسة الكلب أوقف الشيخ أوقف يا رجل نعم آخر كلام خليك واقف طيب متوسطة تمام دم الحيض متوسطة دم الاستحاضة مخففة مخففة مغلظة متوسطة استحاضة ما تعرف الاستحاضة خلاص اترك الاستحاضة يا رجل اتق الله يا رجل قلنا النجاسات الدم الخارج من السبيلين دم الحيض والنفاس والاستحاضة طيب سؤال جديد متوسطة الاستحاضة متوسطة تمام اذا شرب الخنزير من الاناء مغلظة مخففة متوسطة او نجاسة الخنزير مغلظة مخففة متوسطة عجبني من قال مغلظة من قال يلحق بالكلب نبي صلى الله عليه وسلم لا فقط السبع مرات والان بالتراب هذا الكلب اما الخنزير المتوسط يا رجل اجلس الله يفتح عليك نعم السلام عليكم قال رحمه الله نبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة رضي الله عنها يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال فيك الماء ولا يضرك اثره تمام يعني المرأة الآن جاء على ثوبها دم الحيض اين جاسة تمام اخذت طرف الثوب الذي عليه الدم ورشت الماء وعصرت وبقي اثر اللون او الرائحة لا يضرك تصلي فيه ولا اشكال مفهوم واحسن شيء اسمع الشيء ضع الثوب في الغسالة وارتح خلاص يا الله نعم امشي رحمه الله باب الوضوء باب الوضوء 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 رفع الحدث الاصهر نعم الوضوء له شروط من يعرف شروط الوضوء يا اخوانا شروط الوضوء انا لله لا 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 تذكر الشروط كاملة عشر شروط تستطيع بسم الله اوقف لا بعضها لا يسح اقرأ يا الله بسم الله الاسلام فلو تضع الكافر وضوء باطل والعقل فلو تضع المجنون وضوء باطل والسكران كذلك والتمييز اي التفريق بين الاشياء فلو توضع الصغير وكان يميز فوضوء صحيح لا يميز وضوء باطل والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة واستصحاب النية اللي تتم الطهارة صحيح وانقطع موجب الوضوء والاستنجاع والاستجمار قبله وطهار طهورية الماء واباحته وازالة ما منع وصول الماء الى البشرة ودخول الوقت فيما الحدثه دائم هذه عشرة مفهوم هذه شروط الوضوء فروض الوضوء ستة اربع ذكرت في الآية غسل الوجه مع المنظر والاستنشاق واليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الاذنين وغسر الاجلين مع الكعبين وتضيف الترتيب ترتب على ما رتب الله والموالاة بألا تؤخر غسل العضو يكون الذي قبله قد جف الله يفتح عليك اجلس أنا ذكرت كل شيء نعم الشيخ والله أخواننا ما يصلح هذا العلم العلم تحفظ ترتب يدخل العلم مرتب يخرج مرتب مفهوم تحفظ شروط واركان واجبات مبطلات نعم نعم عندنا السواك يستحب السواك في كل وقت وعند التغير وعند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند قيام الليل وعند دخول المنزل وعند الاستيقاظ وعند الموت صح 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 أش أوقف السؤال ممنوع نبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السواك في يد عبد الرحمن ورأت عائشة فعرفت وأخذت السواك ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم ثم كان آخر ما استاك به النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة رضي الله هذا فضل أم المؤمنين هذا عند الموت يا رجل لا تخل كين أجلس نعم المهم هذا إذا ذكر الآن السواك كأنه يريد الإشارة إلى سنن الوضوء نعم ومن سنن الوضوء السواك نعم قال من حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثة مرات هؤلاء أئمة هذا أمير مؤمني وماذا يصنع يعلم الناس صفة الوضوء وعلى هذا سار الأئمة وسار الخلفاء ويعلم الناس الشريعة فأحيانا نأتي في بعض الأبواب نجد هناك بعض الأحاديث هي أصل في هذا الباب أكثر كتب الفقاه عندما تذكر الوضوء تذكر حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عندما يأتي الفقاه ويذكر الحج يذكر حديث جابر رضي الله عنه تمام ولأننا عندنا أحاديث في هذا الباب دائما تذكر هي كالأمهات في هذا الباب مفهوم؟ نعم قال رحمه الله عن حمرانا أن عثمان رضي الله عنه تعاى بوضوء غسل كفيه ثلاث مرات نعم غسل أدائه ثلاث مرات غسل الكفين قبل الوضوء من سنن الوضوء إلا في نوم الليل إذا استيقظ من نوم الليل يغسل الكفين وجوبا ثلاث مرات قبل يدخلهما في الإناء نعم ثم مضمضة واستنشق واستنثر نعم يأخذ حفنة من ماء بيد اليمنى يدخل الماء في فيه يستنشق يسحب الماء بمنخريه ثم يدير الماء في فيه ثم يمجج الماء من فيه ويستنثر بأن يدفع شيء من الهواء من منخريه مع استعمال اليد اليسرى نعم ثم غسل وجهه ثلاث مرات من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذق طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات يعني من أطراف الأصابع حتى استوعب المرفقين دون أن يغسل العضد نعم ثم اليسرى مثل ذلك نعم ثم مسح برأسه مسح ولما يقول غسل يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتي في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات مع الكعبين دون أن يشرع في الساق نعم ثم اليسرى مثل ذلك نعم ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى نحو وضوء هذا متفق عليه نعم وعناني رضي الله عنهم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة خرجه أموده إذن الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاث مرات لكن بالنسبة للرأس مرة واحدة فقط ما هي السنة السنة يتوضأ مرة أو مرتين أو ثلاث بعض الناس يظن أن السنة دائما يتوضأ ثلاث مرات لا أقيمة الصلاة ويخاف أن لا يدرك تكبيرة الحرام يتوضأ مرة باقي على الأذان يتوضأ ثلاث مرات أو مرتين ينوع مفهوم يعمل بالسنة يحافظ على السنة من أن تنسى يعمل بالشريعة التسير على المكلف نعم قال وعنى عبد الله من زيد العاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر مكتفق عليه نعم وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه يعني لا يصح أن بعض الناس يمسح هكذا على مقدمة الرأس فقط لا يصح بعض الرأس لا نعم قال وعنى عبد الله بن عامل رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه خرجه أبداود والنسائي وصحح أبنه يعني لم يأخذ ماء جديد للأذني نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيته على خيشومه متفق عليه يعني أقسل كفين ثلاثة من نوم الليل واستنشق واستنثر ثلاثة لأن الشيطان يبيته في خيشومه ثلاث مرات حتى يخرج الشيطان نعم وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى أغسرها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لقو مسلم والبيتوتة ما تكون إلا بلين نام بعد الظهر استيقظ لا يجب عليه غسل الكفين ثلاث مرات نعم تخليل اللحية نقسم إلى ثلاثة أقسى تخليل في كل حال من الأحوال ولا تخليل في أي حال من الأحوال وتخليل إذا كانت اللحية خفيفة وجوبة واستحبابا إذا كانت كثيفة ثلاثة أقسى في الاقتصال لا بد من تخليل اللحية على أي شكل كانت عليه اللحية خفيفة أو كثيفة في الاقتصال لا بد من تخليل اللحية في التيمم لا تخليل سواء كانت اللحية خفيفة أو كثيفة في الوضوء ننظر اللحية خفيفة يعني يرى الخد ومن وراء شعر اللحية فاللحية هنا خفيفة التخليل هنا واجب لأن المواجهة تكون باللحية وبما أسفل من اللحية تمام واللحية كثيفة في الوضوء التخليل سنة التخليل يخلل أو يأخذ حفل أو ماء ويدخلهما نعم وعن عبد الله بن زيدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه فجعل يدلك ذراعيه فرجو أحمد وصحاها بن حسينة الآن هل الدلك يلزم قال إذا كان الماء القليل لابد من الدلك حتى يتحقق من وصول الماء إلى جميع العضو وإذا كان الماء كثير لا ولكن نهينا عن الإسراف نعم وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنين ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسي أخرجه البهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلقب ومسحة رأسه بماء غير فضل يدي وهو المحفوظ يعني كأنه يقول لك أن أخذ ماء جديد للأذنين غير محفوظ نعم يعني ليس عليه العمل ليس عليه دليل نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرى محجنين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل وراته فليفعل متفق عليه اللفظ لمسلم يعني ماذا يصنع هل يطيل يزيد هنا في العضد لا في الساقين لا وهذه الأمة تميزت عن بقية الأمم نعم وعلى عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمر في تنعره وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه نعم في في الوضوء وفي التيمر نعم وفي الاغتسال يأتي معنا وفي دخول المسجد وفي دخول المنزل وفي الخروج من الخلاء نعم قال وعن أبي هليرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يامنكم خرجه الأربعة وصححه ابن خزيما نعم وعن المغيرة من شعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بنصيته وعلى الإمامة وخفحين أخرجه مسلم الأرادة المؤلف رحمه الله أن يذكر لك الآن عضو من أعضاء الوضوء فعندنا الرأس قد يكون على الرأس عمامة أو خمر نساء تمام وقد يكون جبيرة أو خفين أو جوربين مفهوم في الوضوء فعندنا أترك الجوال يا رجل أعضاء الوضوء الأولى على الرأس عمامة هذه ليست بعمامة يقول الشيخ بن عزيمين رحمه الله تعالى المسح على العمامة التي كانت زمن النبي صلى الله خلاص نعم مثل عمامة أخواننا السودانين مفهوم أخواننا السودانين أما الصوفية لا أتركهم نعم لأن الصوفية يقولوا أن لديهم عمه كالبرج وجبه كالخرج مفهوم أين أتركهم هذا طيب فالعمامة يمسح عليها إذا كانت الناصية بادية هكذا يعني العمامة ليس هذه الغترة أنا أمثل الآن لو كان عليها عمامة يمسح هنا عن ناصية ثم على أبقية العمامة مفهوم وكذلك خمر النساء سواء كان لبس العمامة على وضوء أو على غير وضوء والمسح يكون في الوضوء فقط أما الاقتصال لا ينزع العمامة مفهوم هذا بالنسبة للمسح على العمامة العمامة تكون للرجال لو جاءت عندنا مرأة ولبست عمامة تمسح عليها لا لأنها متشبهة بالرجال وكذلك العكس لو رجل لبس خمر نساء كذلك فالمرأة تمسح على الخمار والرجل يمسح على العمامة في الحدث الأصغر سواء كان النبس على طهارة أو على غير طهارة انتهينا من العمامة نأتي للجبيرة الجبيرة هذا من باب الفعل من باب الفعل العرب كان لديهم فعل يتفاعلوا يسموا ما يوضع على الكسر وهي في الحقيقة كسيرة مفهوم ويسموا الذي نصعد عليه سلم من السلامة وفي الحقيقة في الغالب خطر وليس بسلامة صح ويسموا الجماعة من الرجال إذا خرجت في تجارة أو كذا يسموها قافلة وفي الحقيقة ذاهبة صح ويسموا الأرض التي ليس فيها ماء ولا كل مفازة وفي الحقيقة هلاك صح ويسموا الأعمى بصير ويسموا من تلدق وحيا وعقرب سليم وهم في الحقيقة سقيم صحيح هذا من باب الفعل تفاعلوا عندهم تشاؤم والتطير شير كسر استبحنا بوجه فلان خير يا طير صح كثير كثير التطير شير كسر طيب المسح على الجبيرة نحن الآن أي إنسان عندنا يريد توضى نقول لابد من غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس استطاع يغسل نقول لابد تغسل ما استطاع يمسح ما استطاع يتوضى ثم بعد هذا يتيمم مرة أخرى الآن على اليد هنا جبيرة نقول لابد من الغسل تنزع جبيرة وتغسل قال ما استطيع لأن الآن كسر ما زال باقي نقول اغسل قال لا استطيع نقول امسح يستطيع يمسح يمسح جرح والجرح هذا مكشوف اعتبر مغطى بالشاشة مفهوم نقول لابد تزيل الشاشة القماش هذا وتغسل قال والله لا استطيع نقول اذا تمسح اي استطيع الحمد الله جرح مكشوف اغسل قال ما استطيع امسح قال نقطة ماء لو وقعت لهذا الجرح يحصل لي ضرر كبير اشي يصنع نقول يترك العضو يتوضى عضو كامل اذا انتهى ينوي بقلبي يسمي يقول بسم الله يضرب ضرب على الارض يمسح الوجه والكفين هذا التيمم اجزع عن ترك غسل العضو من اعضاء الوضو لا تظن انه يتيمم على الجرح مفهوم تمام انتهينا الآن يبقى معنا المسح على الخفين على الجوربين شروط المسح على الخفين والجوربين الاول ان يلبس الخفين والجوربين على طهار كامل يتوضع وضو كامل يقسل الرجلين بالماء واحد ان تكون الخفين والجوربين طاهرة لا نجسة ان يكون المسح في الحدث الاصغر اما في الحدث الاكبر لا بد بالنزل ان ان تكون ساترة لغالب العضو ساترة لغالب العضو حتى وكانت خفيفة عندنا جوارب اليوم يعني لا تغطل الكعبين صح يصح المسح لأنها ساترة غالب العضو الشرط الخامس أن يكون المسح في الوقت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليها للمسافر يعني 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر مفهوم هذه شروط المسح على الخفين أو الجواربين نعم تعيد بالله المغيرة بن الشعبة رضي الله عنه سيد من سادات العرب وهو مع هذا مع هذه المنزلة جاء وخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حال الصحابة رضو الله عليه أحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة لا تعرف عن أحد إلا عن هؤلاء رضي الله عنهم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع فمن سح بنصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا برفض الأمر وهو عند مسلمين برفض الخرار سبحان الله يا رجل هذا الحج نعم ليس له علاقة إطلاقا بهذا الباب صح تعيد الحديث حتى يسمع يا أخوان يا أخوان هذا الحديث في الحج والخطأ واضح ظاهر الخطأ يعني نحن نحسن الظن في المؤلف ولا بد تحسن الظن في أئمتنا صح لا لإساعة الظن ونقول هذا لعله خطأ من بعض النسخ أترك الكتاب يا رجل خطأ من بعض النسخ وانتهى الأمر إش قال قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أين الآن في الطهارة في الطهارة في الوضوء هاي نعم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به نعم رضيه النسائي هكذا برفض الأمر وعند مسلمين برفض الخرار نعم أقول خطأ بعض النسخ بعده ها تكلم برفع الأسبع قلنا لا تستعجل في الرد صح تأمل انظر راجع نبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج قال إن الصفة إذا نبدأ بماذا بما بدأ الله إن الصفة والله سبحانه وتعالى في آية الوضوء أدخل المسح بين غسل الأعضاء هذا دليل على ماذا على الترتيب إذا لو سألك سائل قال ما الدليل على على أن من فروض الوضوء الترتيب تقول الدليل الآية لأن الله سبح أدخل المسح بين الغسل صح والدليل هذا الحديث ابدأوا بما بدأ الله مفهوم أي نعم من قال خطأ بعض النساخ هذا لا أعرف شيء اللي يقول خطأ بعض النساخ نعم وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضى أدار الماء على من الفقه فرجو الدرطي بسد ضعيف نعم أراد المؤلف رحمه الله بهذا الإسناد الضعيف أن يبين أن غسل المرافق فرض من فروض الوضوء لا يمكن ترك المرفقين وقال عليه الصلاة والسلام ويلو للعقاب من النار نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وابو دارود ابن ماجر بسد ضعيف وللترمذي عن سعيد لزيد وابي سعيد رضي الله عنه نحو وقال أحمد وقال أحمد لا يثبت فيه شيء الأحوط تسمي وهذا الأحوط والله أعلم نعم وعن طلحة ابن مسلف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضضة والاستيشاق أخرجه أبو دارود بإسناد ضعيف لكأنه يقول لك أنه لم يثبت في الفصل شيء نعم ويأخذ حفنة يتمضمض استنشخ استنثر نعم وعن عليا رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه بدهود والنسائي نعم وقال هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ضعيف الفصل لكن لو فصل الوضوء صحيح نعم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه نعم وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفل لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك خرجه ابو داود والنسائي نعم العبد مؤتما على الطهار لكن هناك فرق بين العمل بالسنة والاعتمال وبين ماذا وساوس وبعض الناس موسوس الشيخ تقييد دين هلالي رحمه الله عالم امام وقيمة الصلاة وتقدم وتقدم يا أم الناس وأحد طلاب الشيخ قال الشيخ اتوضى انتقذ وضوء يخاف من من يخاف من 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 الله لأنه ممكن يصلي خلف الشيخ وبعد الصلاة يقول اعيد الصلاة فقال الشيخ اتوضى خرج هذا ورجع بسرعة فقال له الشيخ تقييد دين هلالي قال ما شاء الله يا فلان وضوء السلف وضوء اش معنى وضوء السلف يعني لا وسواس السلف ليس لديهم وساوس مفهوم اي نعم توضع مره جاء فأنت الآن تتوضع اذا انتهى الوضوء لا تلتفت للوساوس مفهوم اي نعم اذا هناك فرق بين ان الانسان مؤتمن على الطهارة وبين فتح باب الوسواس واذا فتح باب الوسواس لا يغلق عليك فاما ان تترك الوساوس او تترك الشريعة كاملة تسقط عنك الشريعة مفهوم اشتختار سقوط الشريعة لا ولهذا قال له ابن عقيل جاء اليه الرجل وقال يا امام اني انغمس في اليم واخرج وارى ان مني شيء لم يصبه الماء قال ارى والله اعلم انه لا صلاة عليك مثلك لا يوصل قال وليما قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وانت احدهم فارشدوا اما لترك الوسواس او ترك الصلاة الصلاة الشريعة بكاء مكملها صح نعم تختار ترك الشريعة ما يمكن اختار ترك الوسواس ولا الشك نعم وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترضى بمد تسير الصاعي خمسة أمداد متفق عليه وكان عليه الصلاة والسلام من يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل وضوء نعم وحتى يعني لم يعني يرى على النبي شيء او رائحة تكره وهذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكوى الوضوء واستعمال هذا الماء القليل والنهي عن الاسراف في الوضوء والوسواس كذلك نعم قال وعن الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضوا فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد العبده ورسوله الا فتحت له باب الجنة اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطادرين نعم هذا اتبعاء بعد الوضوء ثم قال باب المسح على الخفين ناسب ان يأتي بالمسح على الخفين بعد الوضوء لان هذا عضو من اعضاء الوضوء نعم فاذا كانت مكشوفة تغسل غير مكشوفة وادخلهم على طهارة بالشروق لا ينزع السنة يمسح مفهوم المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة بل يذكر المسح على الخفين في كتب العقائد ويأتينا بعض الناس وقال خطأ وجدنا في كتاب مثلا العقيدة الطحاوية المسح على الخفين وهذا لعله خطأ من بعض النساخ نقول لا أصبح المسح على الخفين شعار لأهل السنة والجماعة سأل الله يجعلنا ياكم منهم ثابت بالكتاب أين بقراءة الجرب والسنة كذلك وإجماع الأمة وشعار لأهل السنة والجماعة نعم قال وذكرنا شروط المسح على الخفين والجوربين نعم عن المغيرة من شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلت هما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليك نعم أدخلت هما طاهرتين يعني على طهارة كاملة يعني غسل الرجلين بالماء في الوضوء والمسح إما أن يمسح يمسح الظاهر فقط ويمسح باليدين جميعا أو يمسح على اليمنى بباطن الكف اليمنى ثم على اليسر سواء بالباطن كف اليمنى أو اليسر على أشكار نعم وللأربعة عنهم إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف كان يقول لك المسح على أسفل الخف ضعيف ونمسح فقط على ظاهر الخف نعم وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه خرجه البداود بإسناد حسن بالرأي يعني بادي الرأي لو تنظر في أول الأمر تجد أن المسح من أسفل أولى عندما تتأمل وتنظر تجد أن العقل لابد يوافق الشرح هذا العقل الصحيح السليم الباقي مع الفطرة لابد يوافق إذن الرأي هنا أي بادي الرأي أول ما يطرع على ذهنك وعلى بالك نعم قال عن صفان ابن حسان غضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياله إلا من جنابه إلا من جنابه قد تقدم في شرط المسح الخفين أن المسح يكون في الحدث العصر للأكبر وثلاثة أيام التوقيت نعم ولكم غائط وبول ونوم خرجوا النساء والترمذي والنفظ له وابن خزيمة وصححا إذن هذا الحديث فيه بيان بعض نواقذ الوضوء بول وغائط ونوم نعم وعن علي وعن علي من يبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسحة للقفين أخرجه مسلم نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف روى أحمد وابو داود وصححهم حاكم يعني كل ما يوضع على الرجلين نعم وعن عمر موقوفا وأنس منفوعا رضي الله عنهما إذا توضى أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصد فيهما ولا يخرعهما إن شاء إلا من جناب أخرجه الدرق وحاكم وصححا كان يشير لأن الأولى المسح لا الخلع نعم بشروط المسح طبعا نعم والمدة تبدأ من المسح عندما يمسح تبدأ المدة نعم وعن أبي عمارة رضي الله وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي وقلنا يعني هذا مما يعني أورد المؤلف رحمه الله قلنا يورد الأحديث الضعيفة حتى يبين الأقوال المرجوحة نعم قال رحمه الله باب نواقض نواقض الوضوء الفقهة رحمه الله تعالى يذكر في الوضوء نواقض الوضوء وفي الصلاة مبطلات الصلاة وفي الصيام مفسدات الصيام أو المفطرات وفي الحج محظورات الإحرام وفي التوحيد نواقض الإسلام مفسد ناقض مبطل شيء واحد لكن هذا من باب التنويع حتى لا يمل الطالب مفهوم وهذا من أحسن ما يكون يذكر لك نواقض الإسلام لماذا حتى لا تقع في ناقض نواقض الوضوء الذي لا يعرف نواقض الوضوء قد يكون وضوء باطل وهو لا يدري مفهوم أي نعم قال قال رحمه الله ما هي نواقض الوضوء من يعرف اللي لا يعرف هذا معناه أنه قد يكون وضوء باطل وهو لا يدري من يعرف نواقض الوضوء إنه لله وإنه إليه رانش بسم الله الخارج من السبيلين مطلقا بول غائط ريح دود حصى دم حيض نفاز مذي مني وذي كل خارج من السبيل الناقض الوضوء انتهينا الثاني زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر الصحيح أن النوم ليس بناقض الوضوء لكن هو مظنة لخروج الريح فهذا الأخ متكئ هنا وغلب عليه النعاس تشعر بنفسك قال نعم فوضوءه صحيح قال لم أشعر فوضوءه باطل انتقض أكل لحم الجزور الردة محبطة لكل الأعمال الخارج الفاحش من الجسد إذا كان من جنس البول والغائط يعني عفاني الله وإياكم لديه أنبوب من بطن يخرج منه البول والغائط فهذا ناقض وإذا كان يخرج من الجروح قيح وصديد هذا ليس بناقض مس الذكر ليس بناقض مس المرأة ليس بناقض إلا إذا خرج شيء أصبح الناقض الخارج من السبيل تقسيل الميت هذا ليس بناقض الله يفتح عليك جزاك الله خير نعم نعم قال رحمه الله أنانس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون أخرجوا أبو دهود وصحاب درقط رسوله في مسلم وقلنا هذا في النوم أو النعاس النعاس لكن وهو يشعر أنه لم يخرج منه شيء نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني برأة مستحاذ فلا أطهر أفأدعو الصلاة قال لا مستحاذ فلا أطهر يعني طيلة العام ينزل عليها الدم ولا يمكن أن يكون هذا حيظ وسيأتينا إن شاء الله هذا استحاذ فماذا تصنع نعم قال خارج من السبيلين هذا نعم قال صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيظ يعني نزيف مثل نزيف الدم نعم فإذا أقبلت حيظتك فدع الصلاة تدع الصلاة أيام الحيظ وإذا أدبر الحيظ وقلني أبقى عندها الدم فهذا استحاذة خارج من السبيلين إذا ناقض الوضوء نعم وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه نعم وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه حذفها عن دار نعم أنها يعني لا تتوضى لكل صلاة مفهوم نعم وعن علي النبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء كنت رجلا مذاء يعني يخرج منه المذي بكثرة وقلنا المذي سائل ليس له لون يخرج عند التفكير عند التقبيل نجس ونجاسته أنا لله وإنا إليها راشع مخففة وإذا خرج ماذا تصنع تقسل الذكر والخسيتين حتى ينقطع الخارج مفهوم تقسل الذكر والخسيتين حتى ينقطع الخارج كنت رجلا مذاء نعم قال فأمرت المقدادة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستحي والحياة لا يتل بخير طب لماذا أرسل المقداد ولم يسر غير المقداد لا لأنه يتناوب علي رضي الله عنه مع المقداد في طلب العلم تعاون على البرو والتقوى نعم قال فأمرت المقدادة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء انتفق عليه واللف للبخاري نعم وفي رواية قال أقسل مذاكيرك يعني الذكر والخسيتين نعم وعن عائسة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضى أخرجه أحمد وضعفه البخاري نعم إذن تقبيل المرأة ومس المرأة غير ناقب إلا إذا خرج شيء نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوته أو يجد ريحا خرجه مسلم هذا الحديث فيه قطع الوسواس والذي يخرج آثم البطن تقرقر أشيء صنع في الصلاة تقرقر البطن يقول لها قرقر أو لا تقرقر لن أخرج من الصلاة صحيح نعم قال حتى يتيقن مئة بالمئة خرجه نعم وعن طلق ابني علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بطعة منك أخرجه الخمسة وصحه المحبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة رضي الله عنه وساعتي الآن إنسان مس أنفو مثلا أو أذنه عليه شيء الحمد لله هذا قال مثل مس الزكر نعم والصحيح أنه قال مس الزكر ليس بناقض الوضوء إلا إذا خرج منه الشيء سوى بشهوة بدون شهوة نعم وعن بصرة بنت صفان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضى أخرجه الخمسة وصحه التلميدي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب نعم بعض العلماء جمع وقال شيخ الإسلام أحسن يعني لا نكثر عليكم الأقوال شيخ الإسلام يقول يستحب له الوضوء وقل الشيخ بن عظيمين رحمة الله تعالى جاء أنا هذا الأخ وقال مسست ذكري وصليت لا نأمر بالإعادة قال هذا مسست ذكري ورد أصلي الآن نقول توضى أو لا مفهوم نعم والله أعلم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يعني لا نستطيع أن نبطل سواة إنسان مس ذكره ثم صلى مفهوم نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره القيء ليس بناقض الرعاف كذلك ليس بناقض لكن يقول الشيخ بن عظيمين رحمة الله تعالى لا يمكن إذا كان يعني ذيه رعاف لا يمكن يكمل الصلاة مفهوم أي نعم ولو أكمل يقول الصلاة صحيحة أما المذي ناقض الوضوء الخارج من السبيلين نعم وعن جابر بي سامرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم أكل لحم الجسور ناقض للوضوء نعم وعن بي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب أكل لحم الخنزير ناقضه غد ناقض أنت رجل ها نعم لا يأكل حرم الأكل طبعا نعم وعن بي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل منه فليرتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمده والنسائي والتنمذي والسلام وقال أحمد لا يصح في هذا الباب الشيء أيضا غير ناقض نعم وعن عبد الله بن نبي ذكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك المرسل وصلى النسائي وابن حبان وهو معلوم مش علاقة الحديثة يا أخوة احنا في الوضوء صح احنا في ماذا الوضوء من عليه حدث أصغر يحرم عليه ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف من عليه حدث أصغر يحرم عليه ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف من عليه حدث أكبر يحرم عليه الصلاة والطواف ومس القرآن وقراءة القرآن ولا يلبث في المسجد بغير وضوء انتهينا تزيد الحائض والنفساء على هذه الخمس بأن لا توطأ ولا تطلق ولا تصوم ولها أن تقرأ القرآن من يعيد عليه هذه يلا بسم الله شخ عيسى الله يفتح عليك نعم ثلاثة أشياء حدث أصغر الصلاة والطواف ومس المصحف ويزيد على هذه الثلاثة من لديه حدث أكبر بأن لا يقرأ القرآن ولا يلبث في المسجد بغير وضوء وتزيد الحائض والنفساء على هذه الخمس ألا تصوم ولا توطأ ولا تطلق ولها أن تقرأ القرآن وهذا يقول الشيخ الإسلام أنه لم يثبت شيء في منع الحائض من قراءة القرآن مفهوم من يعيد يا الله شخ عبد الله حدث أصغر صلاة قرآن 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 مس المصحف والطواف ويزيد حدث أكبر قراءة القرآن ولا يلبث في المسجد بغير وضوء وتزيد الحائض والنفساء لا توطأ ولا تطلق ولا تصوم ولها أن تقرأ القرآن مفهوم مهم جدا ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا حتى يبين لك الأشياء الموجبة للوضوء غير قولة وغير مصر نعم أنا لا أسمع سؤال حتى انتهي الدروس أجلس أجلس بعد الدرس إن شاء الله نعم قال وعن عائسة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه روى المسلم عن لحظة المخاري نعم وعن أنس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه صلى والمتاضة وقلنا الحجامة ليست بالنواء ولهذا ذكرنا نواقض الوضوء غير هذا ليس بنوع الحجامة ليست بناء قضي الوضوء نعم وعن نعامية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين والعين والسه فإذا نامت العين استطلق الوكا هذا هو يعني النعاس مظن لخروج الريح يشعر بنفسه لم ينتقض الوضوء لم يشعر وضوء باطل نعم وللطبراني وزاد ومن نام فليتوضى نعم وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكا وفي كل الإسنادين ضعف وليه أبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه هما مرفوعة إنما الوضوء على من نامه الضجعة وفي إسناده ضعف أيضا إذن ليس هناك فرق بين الجالس والمضجع والمتكع وغيره العبرة بالإحساس خارج منه شيء أو لا نعم وعلي بن عباس رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في سلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ليها خرجه المزار وأصره في الصحيحين حديث أبلاء من زيدا رضي الله عنه ولمسلمين عن أبيه وغيره رضي الله عنه نحوه وللحاكم على أبي سعيدا رضي الله عنه مرفوعة إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت وأخرج ابن مادة بلفظ فليقل نحن نراجع ولو خرج فهو آثم نعم قال قال بابه قضاء الحاجة قضاء الحاجة وقلنا هذا من الأدب قضاء الحاجة ما قال قضاء كذا وكذا حتى الغائد هذا اسم للمكان المنخفض نعم أدب وهذه الشريعة جاءت بماذا بترك ما يستقبح ذكره قال لن تجد لن تجد نص واحد في كتاب أو سنة دليل واحد في كتاب أو سنة فيه ذكر ما يستقبح ذكره إلا في باب واحد القاضي القاضي يكلم هذا الموجه إليه التهمة يقول صنعت كذا في كذا في كذا لماذا قضاء الآن مفهوم أي نعم إذن الشريعة وهذا فيه آدب لطلاب العلم يترك الألفاظ التي مستقبها مفهوم أي نعم وأرشد إلى هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وخاصة في من يذكر النساء وعيب طلاب العلم عيب عليهم من يذكر النساء مفهوم قال جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرج وشهوة الفم ولهذا قال البعض لماذا لا نجعل هذه الدورة في النكاح شوف ما شاء الله انشراح الصدور ولو العلم نجلس للفجر لا أشكار لا وإذا ذكر الله وحده شمأزة قلوب الذين لا يمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إذا كنت لا تفرح بدغس التوحيد فأنت في خطر مفهوم جنبوا مجالسنا ولهذا يعني لن نشرح كتاب النكاح إن شاء الله مفهوم لا داعي للشرح نعم قال قال والله في تفسير قول تعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قال بعض علماء التفسير أي في شأن النساء ذكر له النساء ما استطاع أن يتحمل وقد يكون البعض في صورة كار المنكر هو يدل على المنكر يقول فلانا فيها كذا وفيها كأعوذ بالله نعم قال وعنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وخرجه الأربعة وهو معلوم يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في نزع الخاتم شيء نعم لكن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله أو الأحاديث النبي أو الكتب لا يدخل بالمصحب لا يدخل بالكتب العلمية نعم وينقطع عن كلام عن ذكر الله ولا يتكلم بكلام الناس إلا لحاجة كينقطع عن الماء مثلا يقول يا فلان أعطني ماء نعم ويدخل برجله اليسرى يقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج ويقول قبل الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالتسكين والخبائذ وإذا خرج قال غفرانك لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يختار مكان لبوله يعني لا يكون هذا المكان صلب وإذا لم يجد إلا مكان صلب يدنو من الأرض لا يبغل فيه شق أو في أماكن يؤذي بها الناس حتى ولو كانوا من أهل البدع أو تحت الأشجار المثمرة أو في أماكن اجتماع الناس أو الظل لا يستقبل القبلة قلنا ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة أما الاعتماد على الرجل اليسر هذا لم يثبت فيه شيء قال وإن كان هذا فيه تسهيل لخروج الغائط مثلا فهذا لا إشكال فيه أما لم يثبت فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أما الاستجمار سيأتي قال قال وعنه رضي الله عنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث خلج والسبع إذا أراد يعني قبل أن يدخل يا أهل الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاقسروا يعني قبل أن تقوموا إلى الصلاة نعم وعنه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة في استنجي من ما ابتفق عليك العنزة هي مثل الرمحة والخشبة يعني يضعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع عليها اللباس وهي يعني تكون تستر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرى أحد وكان يستخدمها هنا في الحاجة واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم سترة وسيأتي معنا في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى نعم وعن المغيرة بن شربة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذي الإداوة فانطلب حتى توارى عني فقضى حاجته منتفق عليه إذن يجب ماذا؟ ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يجب الاستتار عن عين الناس فإما أن يدخل في هذه المراحيض والحمد لله أو يستتر بالشيء جدار سيارة شجرة أو يضع قلنا عنه زي يضع عليها اللباس مثلا حتى لا يرى أحد أو يبعد إذا كان في الفضاء حتى لا يرى أحد نعم أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الإنسان يشتنب أماكن ينتفع بها الناس أماكن جلوس الناس ضل الناس تحت الأشجار المثمرة كذلك ما تقدم معنى في الماء الراكد وغيره نعم وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وطفة النهر الجاري حديث بن عمر رضي الله عنه بسند ضعيف نعم وعن جاء بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله ينقتو على ذلك أرواه صحاب بن السكن وابن القطان ومعلوم قلنا أن الكلام ذكر الله ينقطع عن ذكر الله ولا يتكلم بكلام الناس إلا لحاجة نعم وعن بي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول أي حالة كونه يبول بما هذا يمس بليد اليسرة ولا يمس بليد اليمنى نعم ولا يتمسح من الخلائب يمينه ولا يتنفس في الإناء تفق عليه واللفز لمسلم نعم وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو قول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أعجاب أو أن نستنجي برجيع لو عظم رواه مسلم نعم عندنا استنجا استعمال الماء واضح لا أشكال استعمال الحجارة أو المناديل أو الأخشاب أو الخرق لا بد أن تكون طاهرة لا نجسة ولا بد أن يكون ثلاث مسحات يعني إما أن يأخذ ثلاث مناديل لأنه لا يصح أن يمسح مثلا لو هذا حجر مثلا مسح من هذه الجهة لا يصح أن يأتي بالثاني من هذه الجهة لماذا؟ لأن الثاني وقعت على شيء نجس أو إذا كان الحجر كبير يمسح مرة من هنا مثلا مرة من هنا ومرة من هنا أو المناديل أخذ ثلاثة مناديل فإن انقطع الخارج بثلاثة مناديل اكتفى كيف يعرف أن انقطاع يرجع المنديل والحجر جاف ليس فيه أثر لا بول ولا غاد إذا رجع فيه أثر لا بد يزيد وإذا انقطع بمسحتين لا يزيد لا بد من ثلاثة أقل شيء حتى ينقطع وارجع المنديل جاف فإن انقطع بعدد زوجي يستحب له أن يزيد حتى يقطع على وتر مفهوم؟ نعم ولا لا يستجمر بطعام الجن أو طعام الإنس أو طعام دواب الإنس أو طعام دواب الجن أو بشيء فيه اسم الله مصاحف كتب العلم جرائد ومجلات العربية لا بد يكون في اسم الله عبد الله عبد الرحمن صحيح؟ أي نعم طيب قال قال والاستبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لحال أهل المدينة لكن أنتم الآن في قطر هنا تستقبل الشمال والجنوب لو استقبلت الشرق والغرب استقبلت القبلة أو تستدبرها نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود وجوبا نعم وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال أفرانك أخرجه الخمسة وصحاها وحاتم والحاكم تذكر الأدى أن الله سبحانه وتعالى أزال عنها الأذى الحسي وأراد من الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنه الأذى المعنوي ذنوب هذا أحسن قول فيه مناسبة قول غفرانك بعد الفراغ من قضاء الحاجة والبعض قال لأنه انقطع عن ذكر الله فاستغفر من هذا الانقطاع نعم رسال الله سبحانه وتعالى يعفو وعلي ثلاثة أخشاء نعم وعنبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعض من أوروث قال إنهما لا يطهران رواه الدار وصحاها نعم وعنبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطرين دون الوسواس وقلنا الإنسان مؤتمن على الطهارة نعم وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد نعم وعن سراقة وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليلنا رواه البيعقير بإستاذ ضعيف والصحيح أنه لم يثبت في هذا الشيء نعم إلا إذا كان يعني أسهل بالنسبة لهذا في الخروج يقول لا إشكال أما أن يتعبد بهذا لا نعم وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بالأحدكم فلينتب ذكره ثلاثة مرات رواه من مجرسة ضعيف إذن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يضر بالذكر ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني أولا لم يثبت فيه شيء والثاني الضرر والثالث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الذكر كالضرر إن مششته در وإن تركته قر مفهو نعم قال عيب عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قبا فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء أرواه البزار بساذ ضعيف فأصله تخفيف أثر النجاسة فهذا الأخ يقول أنا حتى لا أمس النجاسة بيدي لا أباشر النجاسة بيدي للمباشرة النجاسة أمر محرم ولماذا الآن تباشر النجاسة هنا لأنك مضطر والضرورة تقدر بقدرها فقال أنا أخفف من أثر النجاسة استعمل المنادي للحجارة ثم بعدها آتي بالماء ليس من باب التعبد لكن من باب البعد عن مس النجاسة صحيح؟ مفهوم؟ نعم قال رحمه الله باب الغسل وحكم من الجنوب تقدم معنا أن من عليه حدث أصغر يحرم عنه ثلاث أشياء ويزيد من عليه حدث أكبر بشيئين صحيح؟ تمام الغسل عندنا ينقسم إلى قسمين أترك الكتاب يا رجل أغلق الكتاب الغسل ينقسم إلى قسمين غسل مجزي وغسل مستحب كامل الغسل المجزي ينوي بقلبي يسمي يعمم جميع البدم بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمض والاستنشاق هذا مجزي يقتسل هذا اقتسال يخرج وصلي لا دعني يتوضى مفهوم؟ تمام الغسل الكامل المستحب أكمل اقتسال اقتسال النبي صلى الله عليه وسلم يقسل الفرجين ينوي بقلبي يسمي يقسل الكفين يتمضمه واستنشق استنثر يقسل الوجه مع تخلين اللحية طبعا والياء ألد اليمنى ثم اليسرى ثم يقسل الرأس روي بالماء مع الأذنين ثم يقسل الشقة الأيمن ثم الأيسر ثم يقسل الرجلين هذا أكمل اقتسال ثم يخرج الصلم موجبات الغسل ذاك السؤال هنا الآن لو تنتظر تأتيك الإجابة لا تستعجل يا رجل تعال كلا موجبات الغسل موت غير الشهيد الله يفتح عليك موت غير الشهيد أي إنسان يموت يغسل إلا الشهيد لا يغسل تمام خروج المني خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة خرج بهذا ما لو كان مريض يخرج منه المني لا لذة ولا يخرج يعني بقوة إسلام الكافر التقال ختانين هذا اللي سألت عنه قبل هنا ليس في الوضوء سامحك الله إش بقي ذكرنا يا رجل موت غير الشهيد الحيض والنفاس طهارة من الحيض والنفاس تعيد الآن التقال ختانين خروج المني دفقا بلذة إسلام الكافر طهارة من الحيض والنفاس موت غير الشهيد فقط أو باقي الشيء تأكد يمين يسار آخر مرة تتكلم أجد نعم نعم الشيخ عندنا الأقصال مستحبة ستأتي بإذن الله تعالى نعم قال نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم أصره في المخاري يا رجل ما معنى حديث يعني الماء من الماء يعني الماء من الماء لا لا يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الماء الأول أي الاقتسال من الماء من خروج المني دفقا بلذة يخرج من ماء دافق إذن هنا الماء الأول أي الاقتسال يكون من خروج المني دفقا بلذة هذا معنى الحديث مفهوم أي نعم هذا يسمي العلماء ظاهر ومؤول نعم وعن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تفق عليه زاد مسلم وإن لم ينزل نعم التقال ختاني الثاني هذا الأول خروج المني دفقا بلذة والثاني التقال ختاني نعم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسب متفق عليه هذا هذا الذي نسيت السادس الاحتلام نعم فالاحتلام موجب للاغتسال نعم أصبحت الآن موجبات الغسل كم ستة من يعيد من يعيد عليه نعم الشغ ايه نعم موت غير الشهيد اسلام الكافر اقتقال ختاني خروج المني دفقا بلذة الاحتلام طهارة من حيض ونفاس الله يفتح عليك نعم سادة سادة مسلم فقالت المسلمة رضي الله عنها وهل يكون هذا قال نعم فمن اين يكون الشباب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجام ومن رسل الميت رواه مدود وصحاهم لخزيمان نعم الحكم عندك على الحديث قال ضعيف نعم هذا الحديث الآن عندنا غسل الجمعة غسل الجمعة واجب غسل الجمعة واجب ولو لم يقتسل الصلاة صحيحة لكن غسل الجنابة إن لم يقتسل الصلاة باطلة نعم إذن هنا الوجوب من أجل الجمعة لا من أجل الجنابة مفهوم حتى نفرق بين غسل الجمعة أنه واجب وغسل الجنابة أنه واجب نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن آثاء ثالم رضي الله عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه نعم إسلام الكافر قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم أخرجه السبعة لم أحتلم أي باله نعم وعن سمرة رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اقتسل بالغسل أفضل رواه الخمسة وعن سنة أن غسل الجمعة ليس بواجب وعن عني رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا رفض التربذي وعن سنة وصح عبا وعن وقلنا لا يقرأ القرآن نعم الجنب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم من أهله ثم أراد أن يعود فليتوضى بينهم موضوء رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعودين نعم قال الأربعة يا نايشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناموه جنب من غير أن يمس ما وهو معلو أكمل شيء يقتسل وإلا يتوضى إذا أكمل الشيء يقتسل قال وإلا يتوضى وإلا على قول يتهم مفهوم عنده إذن ثلاث مرات أكمل شيء اقتسل نعم قال طيب الآن نام ليلة من ليالي رمضان ونوصي ونام وهو جنب لم يقتسل ثم ثم أذن للفجر وهو لم يقتسل صيامه صحيح ورود الحديث في هذا سيأتي بإذن الله نعم وعن وعن عائسة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقتسل من الجناعة يبدأ فيغسل يديه نعم قلنا قبل هذا غسل الفرجين نعم ثم يفرغ بيمينه على شماله نعم فيغسل فرجه نعم ثم يتوضى ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر نعم ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفض على سائل جسده ثم غسل رجليه انتفق عليه واللفظ لمسلم ولهما في حديث ميمونة رضي أضار عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله في شماله ثم ضرب بها الأرض نعم ضرب بها الأرض أو يغسل الآن اليدين بالصابون يعني يغسل الفرجين قلنا ثم يغسل اليدين يغسل اليدين الآن قد يكون فيهم عذى فما في الأرض بالتراب أحد الطهورين أو بالصابون من الضفات ثم يبدأ ينوي يسمي نعم وفي رواية فمسحها بالتراب نعم وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده تنشيف الأعضاء بعد الوضوء بعد الاغتسال مباح نعم وعن أمي سلامة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنققه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا إنما فيك أن تحفي على رأسك ثلاثة حثيات رواه مسلم نعم في غسل في غسل الجنابة لا يلزم لكن في غسل اقتسال من حيض ونفاس يلزم نعم وعن عائسة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحيل المسجد لحائض ولا جنوب رواه ابن داود وصحة ابن خزيمة نعم إلا إذا كان في أرادا يلبث في المسجد له يلبث بوضوء نعم الجنوب أما الحائض منع الحائض هذا فيه خلاف طويل بين العلماء السحات المسجد أنه مسجد الحرام يقول لا إشكال والإشكال فيه تلوث المسجد نعم والله أعلم وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسر أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واعد تختلف أيدينا فيه من الجنوب المتفق عليه نعم يعني لا إشكال نعم وزاد المحبان وتلتقيه وعن أبي هنيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنوبة فأقصروا الشعب وأنقوا البشر نعم رواه داود وترولي وضعفاه أحمد عن عائشة نحوه وفيه راو المجهود نعم التيمم التعبد لله هو التعبد لله بقصد الصعيد الطيب بمسح التعبد لله بقصد الصعيد الطيب بمسح الوجه والكفين نعم قال التيمم صفة التيمم ينوي بقلبه يسمي بسم الله يضرب بباطن كفي على الأرض ضربة واحدة فقط ثم ينفق فيهما أو يضرب أحده كفي في الأخرى ويمسح الوجه وظاهر اليمنى وظاهر اليسر ودون تخليل لا للحية ولا للأصابع يضرب على الأرض طين تراب رمل حصى صخر موكيت لا خشب لا البوايا هذه طلال الجدران لا مفهوم على الأرض سراميك لا رخام نعم رمل تراب طين حصى صخر رخام لا إشكال لأنه أصل حجر أما السراميك هذا لا نعم أقول أي شخ أمشي يا رجل الآن يزعل علينا هذا الأخ نعم نعم وهذا مما يعني أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لأمته نعم نصرت بالبعب مسيرة شهر نعم يعني قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسيرة شهر مسافة شهر من بعد هذه المسافة يخاف الأعداء من النبي صلى الله عليه وسلم نعم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا نعم أي مكان تدركك فيه الصلاة تصلي إلا في الأماكن المنهي عنه وسيأتي بإذن الله تعالى المقبر الحمام طيب والطهورا هذا هو الشاهد الآن نعم فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي نعم وذكر الحديث نعم وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء إذن يشرع التيمم التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء مرض برد شديد نعم وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا نعم وعن عمال بن ياسل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم نجد الماء فتمرت في الصعيد كما تمر غدب ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ربطا واحدا ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجه تفق عليه والبفور المسلم نعم يعني ضرب أحده كفيه في الأخرى والمسحة كذا وهكذا نعم قال وفي رواية البخاري ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما نعم إذن إما أن ينفخ أو يضرب أحده كفيه بالأخرى ثم يمسح نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الملفقين أو الدرقطين وصحة على الأمة وقفة يعني الصحيح الضربة ضربة واحدة لم يثبت في الضربتين شيء مفهوم إلى إلى ماذا إلى الملفقين لا إلى كوع وبعض الناس الآن يعرف الكوع من البور صح تعرف يلا وفين البور وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره كرسوع والرزق ما وصل وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فاحفظ واحذر من الغلط مفهوم؟ نعم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة أرواه المزارة صحيح من قطان لكن صغف الدرقطني إرساله وللترميدي على بذر رضي الله عنه نحوه نعم نتبه معي الآن هذا الشيخ استيقظ لصلاة الفجر وجد نفسه جنوب احتلأ اغتسل قال لا استطيع لماذا؟ قال برد شديد إذن يتئمم ويخرج الصلاة عندما جاء وقت صلاة الظهر ايش يصنع الآن؟ تستطيع تغتسل؟ قال نعم إذن لابد يغتسل مفهوم؟ نعم قال وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصلى ياثم وجد الماء في الوقت يعني إذا صلى هل يصلي في أول الوقت أو في آخر الوقت الأصل أنه صلي في أول الوقت نعم طيب هل يعيد إذا وجد الماء؟ لا لأنه صلى على ما أمره الله سبحانه وتعالى به نعم فعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصرت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين أهرب داود والنساء نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجرب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمن روح الدرق المقوفا ورفعه البزار وصححه بن فزيمة وابن حبان وهو الحاكم نعم هذا قلنا إذا كان به جراح أو ما لذلك هذا المريض نعم وعن علي رضي الله عنه قال إن كسرت إحداء زندي أسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر لي أنسح على الجبائل روى بماذا بسرواه جدا وتقدم معنا المسح الجبيرة نعم وعن جابا رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان فيها يتيمن ويعصب على جوحه خلقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده روى أبو داود بالسيد في ضعفه في اختلاف على أبواته وتقدم معنا الفقه التفريق بين الجبيرة والعمامة والخفين نعم وعنبي عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة والصحيح لا لأن التيمم بدل عنه الماء ويأخذ حكم المبدل منه فله حكم الماء مفهوم أي نعم قال ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدار وقتني بإسناد ضعيف جدا إذن التيمم يكون للصلاة الواحدة وأكثر ويصلي الصلاة والصلاوات ما لم يأتي ناقض من نواقض الوضوء نعم قال باب الحيض باب الحيض والنفاس والاستحاض وهذا الباب يعني يقول أعلم الناس بهذا الباب من نساء مفهوم أي نعم وهذا من نعم الله على الرجال أننا لا نحيض وهذا والله من النعم والحيض عند المرأة هو يعني كمال صحة المرأة في أنها تحيض والحيض ينقلب بإذن الله عندما تحمل المرأة إلى طعام للجني ففي الغالب أن المرأة إذا كانت حاملا لا تحيض أقسام النساء ثلاثة وارتاح من هذا الباب وهناك رسالة قيمة الشيخ بن عثمير رحمه الله تعالى تسمى بالدماء الطبيعية وهذه نافعة للنساء مفهوم طيب النساء في الحيض ثلاثة أقسام الأول من هي معتادة معتادة يعني لها عادة معلومة تحيض سبعة أيام من أول كل شهر هجري فهذه اشتصنع تدعى الصلاة وقت الحيض وعندما إذا انتهى هذه الأيام السبعة تختصل ثم تصلي على ما ذكرنا الأشياء التي تركها إذن هذه تسمى معتادة لها عادة معلومة في كل شهر هجري الثانية مميزة المميزة تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاض هل لك عادة معلومة نسأل المرأة عادة معلومة تقول نعم إذن لابد أن تبقى العادة المعلومة وما زاد على هذا فهو استحاض قالت ليس لي عادة معلومة تميزي قالت نعم بماذا يكون التمييز التمييز الآن لو جرحت الآن لون الدم أسود أحمر ودم الحيض دم أسود لو جرحت الآن هل الدم له رائحة في الغالب لا لكن دم الحيض له رائحة عندما تجرح الآن الدم يسيل ثم بعد هذا يتجمد صحيح عكس دم الحيض مفهوم طيب تميزي قالت أميز إذن الدم الأسود هو حيض والأحمر استحاض الحمد لله وجاءتنا مرأة هي الثالثة تسمى بماذا متحيرة يعني هي حائرة في نفسها وحيارتنا معها هل لك عادة معلومة قالت لا تميزي قالت لا أميز طيلة العام دب فماذا تصنع تأتي إلى أختها إلى خالتها إلى أمها وتنظر يعني أقربائها كما الحيض عندكم قال الحيض عندنا في عائلتنا سبعة أيام إذن هي حيضها سبعة أيام وما زاد استحاض مفهوم شكت المرأة هل هي حائض أم لا أو شكت في الدم تحمل تبني على اليقين ما هو طهارت خطأ مفهوم لا يمكن أن تحيض كل العام مفهوم هي نعم إذن تحيض نصف العام ممكن أما تحيض سنة كاملة ما يمكن مفهوم لكن ممكن أنها لا تحيض أصلا هذا ممكن وممكن أنها يعني لا تحيض ستة أشهر ثم يأتي الحيض شهر كامل ممكن هذا أما أنها تحيض سبعة أشهر هذا لا يمكن مفهوم أي نعم قال الحيض نعم باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحض فقال رسول الله سنم إن دم الحيض دم أسود يعرف هذا هذا التمييز نعم فإذا كان ذلك فأنسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي يعني الآخر دم ليس بأسود أحمر وكان لنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا الصفرة يعني ليس بدم أحمر والكدرة بعض الناس يقول يعني مثلا الشيخ فهد يقول أنا متكدر اليوم يعني متغير يعني هذا اللون ليس بدم أسود ولا بأحمر متغير مفهوم أي نعم بعد الطهر شيئا يعني معنى هذا الصفرة والكدرة إذا كانت زمن الحيض فهي حيض وبعد الحيض اشتحاض راه ابو داود والنسائي وصحاحه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم وفي حديث أسماء ابن تعميس رضي الله عنها عند ابو داود لتدرس في مركا فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتوضع فيما بين ذلك وعن حمنة الاتجاحشة رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة كثيرة ولا كبيرة طيب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة فتحيضي ستة أيام أو سبعة نعم يعني غالب حيضة النساء نعم ثم اغتسلي نعم فإذا استلقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يلزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء هذا هو غالب حيض النساء لكن من أقربائها نعم فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتحجل العصر ثم ترتسلين إن تطورين وتصليين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتحجلين العشاء ثم ترتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعليه وترتسلين مع الصبح وتصليين نعم قال وهو أعجب الأمرين إليه أوه الخمسة إلا النسائي وصحارة المدي وحسنه البخاري نعم عن عائشة رضي الله عنها أم حبيبة بنت جحشا رضي الله عنها شكت إلى رسول الله يسوه السلام الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحرسك حيضتك ثم اقتسلي فكانت تقتسل كل صلاة رواه مسلم الآن هذه المعتادة لها عادة معلومة سبعة أيام ثم بعد هذا بعد السبع أيام بدأ الدم يأتي فالسبعة أيام حيض وما زاد استحاضة نعم وفي رواية البخاري وتوضأ إلي كل صلاة وهي لأبي داود وغير من وجه آخر نعم يعني بعد انتهاء الحيض يعني معنى هذا أن في زمن الحيض هذا يعد حيض نعم وعن أنسي رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلى النكاح رواه مسلم نعم يعني هذا أراد به المؤلف رحمه الله تعالى يبين ما يحرم على الحائض وما يجوز منها الزوج يصنع كل شيء إلا الوطن نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض منتفق عليه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي برائته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار وخمسة وصحاه الحاكم ومنقطان ورجح غيره ما وقفه نعم هذا يعني كفارة وطء المرأة وهي حائض طبعا وطء المرأة وهي حائض هذا أمر محرم فإن وطء المرأة وهي حائض عليه الاستغفار وعليه الكفارة نعم وقال نبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم تفق عليه في حديث وقد تقدم معنى أنها لا تصلي ولا تطوف ولا تمس المصحف وتقرأ القرآن لأن تقرأ القرآن ولا تلبث في المسل ولا تطلق ولا توطى ولا تصوم وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حده فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج وغير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهل انتفق عليه في حديث نعم أو هذا تقدم معنى أنها لا تطوف نعم ولكن لها أن تحرم من الميقات والأشكال وعن عائشة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من الوقت ويحائد قال ما فوق الإزار رواهه داود وضعفه نعم أما المستحاضة توطى والحائض لا توطى نعم وكذلك النفساء لا توطى نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين ضرر الخمسة إلا النسائي واللفظ الأبي داود وفي لفظ النه ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاسي وصحاها الحاكم إذن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة هذا الحائض والنفساء ولكن المستحاضة لابد من الصلاة وكذلك تصوم يبقى معنا أن النفاس يقول أقل النفاس لا حد له وأكثر النفاس في الغالب أربعين فوق والله أعلم وصلى الله عن نبيه محمد وعليه صحبه وسلم جزاكم الله وخير موعدنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى الساعة الخامسة والنساء